السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكو العافية في اللقاء هذا ان شاء الله راح نناقش مشكلة ظهور الوان غريبة عند تحديد جزء من المجسم تبعي المقصود بتحديد جزء من المجسم هو اني انا احدد الاجز او الفيسز او الفيرتيسيز الموجودة على المجسم تبعي وراح اراحظ ان في عندي الوان غريبة كما هو ظاهر عندنا على المجسم تبعنا خلينا نشوف المشكلة الاوضح لو انا اجيت حددت المجسم تبعي وحددت الفيسز راح لاحظ انه الالوان هادي غريبة ظهرت عندي لو حبيت احرك الفيس اللي انا محدده راح لاحظ ان الفيسز اللي حواليه بتتحرك بشكل اقل منه لكن بتتحرك المجسم تبعي الان لو انا اخترت الفيرتيسيز راح لاحظ انه ايضا نفس المشكلة ظهرت عندي ونفس المشكلة بتظهر لما نختار الاندي. هذه المشكلة ليست فقط على المجسمات ولكن ايضا على المنحنيات. فلو انا اجيت على المنحنة تبعي هذا وحددت جزء من النقاط تبعي تلقائيا راح اللاحظ نفسي المشكلة ظاهرة عندي. لمعالجت هذه المشكلة والتغلب عليها الامر جدا بسيط. انا راح حدد المجسم تبعي. قليلا نشوف. وهي مشكلة الالوان الظاهرة. كل اللي راح اعمله ان انا راح اضغط على حرف الموجود في لوحة المفاتيح. راح اضغط عليه. تلقائيا راح تروح المشكلة وتروح الالوان الغريبة اللي ظاهرة حوالين الفيس اللي انا محدده. لو اضغط على حرف البي كمان مرة راح تظهر المشكلة كمان مرة. فانا راح اضغط ضغطة واحدة تلقائيا راح تنحل المشكلة. في حال تاني او في مكان تاني ممكن نعدل عليه ان انا اروح على الاسهم اللي هندي هنا. طب لي كليك عليها. تفتح قائمة. واروح على. ولو انا فعلت الخاصية هادي. خاصية الصوفت سيلیکشن. تلقائيا راح تظهر الالوان الغريبة. ولو انا لغيت تفعيل الصوفت سيليكشن تلقائيا راح تختفي الالوان الغريبة هدي. ممكن تلقائيا اضغط على حرف البي راح مباشرة انه خاصية السوفت سيليكشن تم تفعيلها. لو ضغط على الحرف البي مرة تانية راح الاحظ انه خاصية السوفت سيليكشن تم الغاء تفعيلها. اه السوفت سيليكشن الها استخدامات عديدة في المايا ومهمة لكن احيانا بتعملنا بعض الاشكاليات الغير مقصودة. على العموم في لقاء ان شاء الله راح يكون مخصص لاهمية واستخدام السوفت سيليكشن في برنامج الميا. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة